وفي جانب التعليم الذي يشهد تقدماً واهتماماً ملحوظين تستقبل محافظة صلاح الدين العام الدراسي الجديد بافتتاح 18 مدرسة جديدة وذلك ضمن خطة فك الاقتضاظ وإنهاء الدوام المزدوج تفصل أو فر في تقرير وليد علامة ساعات على بدء دقي أجراس المدارس وانطلاق موسم دراسي جديد لمختلف المرحل الدراسية في العراق مزاج شارع صلاح الدين بدأ منتشياً بفضل إضافة نحو 18 مدرسة إلى الخدمة أنشئت حديثاً ما يقلل من حجم الاكتظاظ في بعض المدارس كما وشهدت أبنية مدرسية حملات مكثفة من الترميم والتأهيل الخدمي وذلك لتحقيق بيئة دراسية ذات جودة للطلب والكوادر التدريسية خدمة للمسيرة العلمية هناك مدارس تم إنجازها وتم افتتاحها من قبل السيد المحافظ وهناك كثير من الإنجازات لقطاع التربية خصوصاً قطاع التربية يحتاج المزيد والكثير من المدارس هناك مدارس يجب أن هدمها وبناء جديدة قليلة نعم ولكن يحتاج كل القرانة وكل أقضيتنا وكل المحافظة أن تكون هناك مدارس تليق بطلبة وتليق بطلبة عزة وتليق بأمور الحديثة حالياً هل هي خطوات بطيلة؟ خطوات بطيلة التخصيص المالي لم يأتي من بغداد قليل جداً لهذا سيد المحافظ عندما يأتيه التخصيص المالي يوزعها حسب المشاريع وحسب إجاز المشاريع ونسبة الإجاز فيها وسعياً منها لدعم الطلبة من ذوي الشهداء وجرح وجهت تربية صلاح الدين تعميماً لحصر الأسماء والأعداد من أجل منحهم بعض التجهيزات الدراسية كالملابس والقرطاسية وغيرها تخفيفاً للأعباء التي يتحملونها وتقديراً لظروفهم المعيشية تم توجيه أقسام الأقضية في التربية بتزويد بأسماء ذوي الشهداء والذين مستوى دخلهم المعيشي دون الوسط والفقراء من طلبة للعزاء وذلك لتنظيم مبادرة بالتعاون معه بتوجيه معه الوزير المحترم والتعاون مع محافظ صلاح الدين المحترم مشكور قدم لنا منحة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وكذلك ستتم الإدارة المديرية برصد مبالغ معينة لتنظيم الملبس وكذلك تجهيز القرطاسية وتجهيز كافة الأمور التي يحتاجها التلميذ لدعم لهذه الشرائح في المجتمع وأنهت إدارات المدارس كافة ترتيبات والاستعدادات البروتوكولية اللازمة لاستقبال الطلب بأفضل صورة واستطفاؤل بأن يكون العام الدراسي هذا أفضل مما سبق فيما تواصل وجهات المسؤولة عن القطاع التربوي العمل على إكمال الأبنية المدرسية الأخرى التي ظلت قيد الإنجاز والتخطيط لبناء مدارس أخرى مضافة لمواكبة الزيادة السكانية ومغادرة المدارس الطينية والكارفانية في صلاح الدين بأسرع وقت من تكريت وليد علاء صلاح الدين